هذا الدواء مضاد حيوي يتم إعطاؤه كل ست ساعات والدواء الثاني قرص كل ثمان ساعات مع الاكثار من السوائل أرجو يا أم بهاء تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة من أجل صحته ماذا قلت ماذا أقول غير السمع والطاعة أنت لا تعلم يا سيد الطبيب مقدار الحب الذي أكنه لولدي إنه نور عيني ونبض قلبي أنت ممنوع عن الحركة الزائدة يا بهاء وجدي ما أخبار صحته عليك نفسك يا ولدي جدك بخير هل حق أن جدي بخير يا عمى؟ في الحقيقة إن جدك يعاني من بعض المتاعب بسبب مرضه وقد وصف له طبيبه الخاص دواء سيحقق له الشفاء إن شاء الله شفاك الله وعافاك يا جدي هل تسمح لي بزيارته أيها الطبيب لأطمئن عليه؟ كلا أقصد أنت في حاجة إلى الرحة يا ولدي احذر أن تذهب إلي مرض الجدي غير معدن يا أم بهاء اطمئنني ولكني قلت بعد إذنك أيها الطبيب أن يستريح بهاء في سريره ولا ينشغل بالرجل الرجل هو جدي والد أبي الحمد لله سقاك الله يا أمل من رحيق الجنة بارك الله لنا فيك يا جدي أين بهاء؟ بهاء بخير يا جدي الحمد لله ولكنه لم يأتي للإطمئنان علي منذ الصباح إنني أحس أن شيئا ما شغل بهاء عني ولكن ما هو؟ لا أعلم أرجو أن تدعو الله لبهاء يا جدي بهاء أخي مريض يعاني من الحمى بهاء شفاك الله يا صغيري وما الذي سبب له هذه الحمى؟ لابد أنه أكل طعاما ملوثا من خارج المنزل أنا لا أصنع طعاما ملوثا يا عم قلت من الخارج أقسم أنني قلت ربما أكل طعاما ملوثا من الخارج ألم أقول ذلك يا أمل؟ بلى سمعتك يا جدي تقول من الخارج اسمعي أمل كي تهدأ نفسك كف جدالا هيا حان موعد المضاد الحيوي لولدي الآن اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي بهاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا تنسى يا أبا بهاء أن تبلغ تحياتي إلى أم بهاء وإلى الشيخ منصور أسأل الله أن يعجل بشفاء بهاء سلمه الله سلمك الله يا عم أسأل الله أن يجزيك على سؤالك عني خير الجزاء صاحبتكما السلامة هل هذه السيدة شقيقة جدي منصور؟ هذه السيدة كانت صديقة لأمي رحمها الله لكن لماذا تزورها الآن؟ إن من البر بوالدتي أن أصل من كانت تحبهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه هذا بعد مماتهم فكيف بحياتهم؟ إن الله عز وجل قرن في القرآن شكره عز وجل بشكرهما حتى إن كانا كافرين فليحسن إليهما ويطعهما في كل الأمور إلا في المعصية فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله إذن فأجر بر الوالدين من أعظم الأجور نعم يا بنيتي بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على الجهاد فعندما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها ثم سئل ثم أي؟ قال بر الوالدين ثم سئل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله وما عقاب من يغذبهما؟ إن إغضابهما أو إغضاب أحدهما ولو بإبداء الملل أو الضجر يعد من الكبائر ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة وذكر منهم العاقل والديه أسأل الله أن يبارك في حياتك وحياة أمي إننا نبر آباءنا طاعة لأمر ربنا وكي يبرنا أبناؤنا يبنتي فالجزاء من جنس العمل وهي وصية الله سبحانه وتعالى في جميع الشرائع وليس في الإسلام فقط كيف يا أبي؟ قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا اللهم اجعلني بارة بوالدي حمدا لله على سلامتكم بهاء لماذا تركت الفراش؟ لقد بدأت أشعر بتحسن وذلك بفضل الله ثم بدعائك لي وبالدواء الذي كانت أمي حفظها الله تقدمه إلي في موعده بيديها الطاهرتين يداي الطاهرتان تصنعان الطعام الملوث من قال ذلك؟ إنه أبوك أبوك يا أبا بهاء أبي قال ذلك غير معقول سل ابنتك؟ ألم يقل جدك بالأمس أني أصنع طعاما ملوثا؟ ولكنه قال من الخارج يقصد من الباعة الجائلين إن أعصابي لم تعد تحتمل سعاله طوال الليل ولا أنينه أو توجعه من أمراضه إنه أبي يا أم بهاء أبي الذي كان يشقى من أجل أن أسعد يتعب من أجل أن أرتاح ابحث له عن دار للمسنين يقيم فيها ماذا تقولين؟ هذا رد الجميل إن وافقتك أصبح حقا لوالدي حسنا هناك غرفة خالية فوق السطح دعه يعيش فيها وعلي أن أدبر أثاثها وتدبرين أثاث الحجرة أيضا؟ عندنا الغطاء الصوفي السميك والسرير القديم أيضا يمكن أن أعطيه مالها ولكن هذا الغطاء كبير جدا يمكن أن نقسمه لنصفين يتغطى أبي بأحدهما وندخل الثاني لنا عندما نصير في سنه ماذا تقول؟ أتريدين أن يضعك أولادك عندك باركي في دار للمسنين أو غرفة فوق السطح وحدك؟ لا 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 ألا تتذكرين قوله جل شأنه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ولكنني تعبت من خدمته في مرضه الذي لا ينتهي يا أمه لقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن رضى الرب في رضى الوالد وسقط الرب في سقط الوالد أتريدين أن تحرمين يا أم بهاء من الجنة؟ الجنة؟ لا لا بالتأكيد أريد أن أدخل الجنة لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة إن رعايتك هذه لجدي قد تكون سببا في دخولك الجنة أنت وأبي فلا تتركيها لدار المسنين لم أفكر بهذه الطريقة من قبل يا أولاد إن رعاية جدكما في مقابل الجنة إنها لأمر يسير وإن سوء معاملته قد تؤدي بنا إلى النار النار؟ وإنني سوف أساعدك من الآن فصاعدا في خدمته فأنا أولى بخدمته منك جزاك الله خيرا يا أبا بهاء فهذا كل ما أرجوه ولم أقصد أن أدفعك إلى عقوق والدك عاش لله كان طلب المساعدة مني مباشرة أهون علي من سماع هذه الأفكار يا أم بهاء إذن هيا بنا إلى جدي فقد يكون حبنا له كافيا ليعيد له صحته وعافيته بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ترجمة نانسي قنقر